أعزائي المشاهدين أهلا بيكو في حلقة جديدة من ريمونتادة الدنيا سخنانة جامد مبارح وأول مبارح الدنيا سخنانة جامد فيما يخص مبارات الأهلي والرجاء القادمة وتحس أن فيه يعني ناس عايزة تولع الدنيا وناس تحس أن فيه مخطط كده أن الدنيا يعني تروح لها هتة مش كويسة ولازم ناخد بالنا ماتش كرة الجمهور المصري والجمهور المغربي طول عمرنا مهما كانت المنافسة ما بيننا في الكرة إلا أن إحنا طول عمرنا علاقتنا طيبة جداً ببعض وأنا بصراحة يعني أصدقائي كلهم المغربة طول عمري بقول على المغربة أولاد بلد وأولاد أصول ومتعلمين الأصول كويس جداً وطول عمري لما بروح المغرب أصدقائي اللي في المغرب يعني بيشلوني من على الأرض ناس فعلاً بيعرفوا في الأصول كلهم من أول لما أوصل المطار لغاية لم أمشي ما بيسيبونيش مش ميدوا بس كل المصريين المغربة أخواتنا في المغرب بعلاقتهم كويسة جداً 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 بينا وعلى فكرة بيحبونا جداً وإحنا بنبدلهم نفس الشعور علاقتنا طيبة جداً بإخواتنا في المغرب فإزاي هنخلي ماتش كورة مهما كان إلا حصل إنه يفسد العلاقة دي أو حد ندي فرصة لحد إنه يفسد العلاقة دي ده كلام لازم ناخد بالنا منه وكلام بالنسبة لنا غير مقبول فرقة الرجاء فرقة محترمة ودايماً عندهم إدارة محترمة وده عندهم تخطيط جيد وعندهم لعيبة كويسة وعندهم جمهور كبير بنقدروا وبنحترم أنا بتكلم على الجمهور المصري وأهل كرة القدم في مصر بنحترم بنحترم الكرة المغربية احترام كبير جداً آه بإننا تنافس كبير لأن مصر كبيرة في الكرة والمغرب كبيرة في الكرة لكن مش معقولة هنغلط نفس الغلطات اللي كنا بنغلطها قبل كده أو الناس بيوقعونا في الغلط قبل كده إن نخلي ماتش كورة يفسد العلاقة ما بين جمهورين يعني كبار والاتنين علاقتهم كويسة جداً ببعض فاللي بيحصل اللي فاتت ده ما ينفعش فيه ماتش تلعب غلطة من حكم أياً كان إيه اللي حصل يا جماعة ده ماتش كورة في الآخر ماتش كورة ما أخدش الموضوع في أكتر من كده النهاردة النادي الأهلي يعني أصدر خطاب وجهه للكاف وأنا شايف أنه هو خطاب حكيم جداً ومهم لتأهدئة الأمور شان لو ما تدخلش الحكماء والكبار الدنيا هتفتح واتبقى مشكلة النهاردة يعني جاء في الخطاب تأكيد من الأهلي على علاقة المتميزة اللي بتربطه بين الأهلي والرجاء المغربي وجماهير والمحبة لكورة القدم وأن مباراة الزهاب بين الفريقين التي أقيمت بالقاهرة مساء السبت الماضي جرت في أجواء طيبة للغاية وده اللي احنا عرفناه وده دايماً المعروف الفرق المصرية بتستقبل دايماً ضيوفها أحسن استقبال ده اللي معروف عننا وكان هناك ترحيب وتقدير كامل لفريق الرغاء الشقيق وأضاف الأهلي في خطابه أنه تلاحظ خلال الساعات الماضية أن هناك أطرافاً أخرى لا تعنيها علاقة الترابب بين الأهلي والرجاء ولا الضوابط الرياضية ولا السلامة ولا الخروج بالمباراة بالشكل اللائق وتحاول هذه الأطراف من خلال بعض وسائل الإعلام والسوشال ميديا بث الشحن نزأت حول كل العوامل المحيطة بالمباراة والتأثير على ردة فعل الجماهير والحكام وسلامة الفريقين ده الخطاب يعني أشار يعني ده بقية الخطاب في نفس الاتجاه يعني أنا شايف أنه خطاب خطاب بيعكس الحقيقة ده نمرة واحد نمرة اتنين خطاب توقيته مهم جدا لأنه زي ما قلت لكم لو الحكماء ما تدخلوش والشحن فضل بيزيد لغاية معادل ماتش تبقى مشكلة كبيرة وأنا متأكد أن إدارة نادي الرجاء المغربي هتكون مدية توجهتها للجمهور أول حاجة طبعا متأكد متأكد مليون في المياه زي ما قلت لكم على حسن الاستضافة وعلى كل الكلام ده كله ده مفوش كلام طول عمرنا من بروح المغرب دايما في حسن استضافة فرقوا يا جماعة ما بين منوشات كرة القدم اللي هي الطبائية اللي هي الصحية اللي هي موجودة في حتة في العالم ما بين إن حد ياخدنا في حتة تانية ما ترجعوش بينا الورى ما ترجعوش بينا الورى ده ماتش كرة خطاب في وقته وبحيي مجلس إدارة الأهل على الخطاب ده علشان الدنيا لازم تتمسك كويس ونفس الكلام لازم نادي الرجاء يطلع بيان مشابه ومماثل بيوجه فيه الجمهور إن الروح الرياضية والأجواء اللي في الملعب لا تخرج عن كرة القدم وده اللي احنا متأكدين منه لكن برضو بطالب إدارة نادي الرجاء بإصدار بيان مماثل علشان الأمور تبقى في سياقها الطبيعي وأنا متأكد إن ده هيحصل سواء خرج بيان أو ما خرجش أو ما خرجش بيان بيان ترجمة نانسي قنقر